سلام عليكم كيف الحال ان شاء الله بخير وان شاء الله طيبين صلى على رسول الله علي افضل الصلاة والسلام لايك وشير وسبسكرايب يا جماعة الخير لو سمحتوا رفعوا الفيديو باللايك اللايك هو اللي بيدعم الفيديو والكومنتات ولو شايرتوا الفيديو بقى جزاكم الله خيرا لو اول مرة بتشرفوني اشتركوا فعالوا الجرس واكتبوا لي كومنت حلوة عشان ارحب بيكم ان شاء الله هنعمل انجح والز وصفة ايس كريم تقدر تجربيها بمقادير تعتبر الحد ما هي اقتصادية الوصفة دي عاملة مليون ونص مشاهدة والاف من التجارب النكحة رجعوا للفيديو الاصلي موجود في القناة متخطي المليون ونص مشاهدة بفضل الله تعالى نسمي باسم الله وهنعمل باكتر من شكل انا النهاردة عملت شوكولاتة قبل كده في الفيديو اللي جايب مليون ونص مشاهدة كنت عاملة نص شوكولاتة ونص فانيلا انا هنا اصحابي هعملوا كل شوكولات لان انت عارفين بقى الولاد بيحب يفضلوا بشوكولات فانا هشتغل هنا على اتنين لتر حليب المقادير هكتب لكم لتر واحد بالنسبة اللي يحب يجرب واللي عايز يجرب كمان في مقدار صغير يقدر يقسم المقادير اللتر على نص لتر حليب هنا انا حطيت اتنين لتر حليب ضفت لهم اربع ملاعق كبيرة من الكاستر البودر وتقدروا تستبدلوا بالنشا اضفت كوب من الكاكاو الغير محلة ولازم نقلب واضفت السكر حوالي بس ثلاث ملاعق ليه لان احنا عندنا مكونات تانية هتكون فيها سكر فبالتالي يعني السكر بقى انت دوقي وحسب الحلاوة تقدر تزيد السكر براحتكم احنا لازم نقلب كل المكونات تماما وننخل الكاكاو قبل اضفته على الحليب عشان بيبقى فيه كتل بعدين تعذبك في ان هو يفك على الحرارة يعني قلبنا كل المكونات على البارد هنرفعها على النار والنار تبقى متوسطة هنستمر بالتحريك حتى المكونات كلها تبدأ بالغليان ويبدأ القوام يبقى زي البودنج اللي هو متوسط السماكة مش يبقى مهلبية لا بودنج خفيف او متوسط السماكة شايفين هنا المكونات بدأت تتقل ويبدأ اهو شايفين الغليان من الاطراف بعد ما يبدأ بالغليان من الاطراف باستمر بالتحريك حوالي دقيقتين كده عشان اتأكد ان الكاسترد بتاعي وكل المكونات اندمجت اهو زي ما انتوا شايفين واستود بالزبط ما عنديش طعم حاجة نية كده خلاص هرفعه من على النار زي ما انتوا شايفين قوامه ممتاز هخليه بقى يبرد تماما وطبعا وبعدين نرجع له تاني هنا بقى للناس اللي كانت بتشتكي انه بيعمل معها تجريش التلج طبعا تقدروا كل ما تزود الدسم في الايس كريم كل ما بيقل تجريشة التلج اه الناس اللي تحب تعزز الطعم تقدر تضيف اه كوب من الاشطة او علبة يعني من الاشطة اللي هي زي دي او وش اللبن اللي انت بتجمعيها من الناس اللي بتستخدم اللبن البلدي او الحليب البلدي اه هتضفيها بعد ما اتطف النار تقلبيها مع الخليط واضفيها طيب هنا بقى هنستخدم كريم شانطي كريم شانطي في عايزة تستخدمي اللتر هياخد المغلف اللي فيه الاربع اه مغلفات انا عن نفسي بحب استخدم الكريمة النباتي وفيه ناس بتقولي هي لما استخدمنا الكريمة البودر مدتناش نفس الكمية اللي انت عملتها في الفيديو يا جماعة الخير الكريمة النباتي بتضاعف ثلاث اضعاف فانت لو هتستخدم الكريمة بودر مش هتديك نفس الكمية لان الكريمة النباتي بحط اتنين كوب بيديني حوالي ستة كوب مخفوق عكس الكريمة البودر بتخفقيها ما بتزيدش كتير فده الفرق فانت عايزة تستفيدي وتعملي كمية اكبر اشترك الكريمة النباتي السيلة موجودة في كل السوبر ماركت واللي علموكم نفس السعر بتاعها يعني فرق بينها وبين البودر يعني حوالي يعني اصع يعني يمكن انا بالنسبة لي هنا عندي ميتين بيسة فرق بس في السعر يعني فهي تعتبر بالنسبة لي انا اوفر ونتيجتها افضل خفقت الكريمة حتى اتمسكت وبعدين ضفت عليها الحليب مكسف محلة والحليب مكسف محلة هنا بيمنع للتجريشة واللي ما يريد الحليب المكسف المحلة يقدر يستغنى عنه بس هيضيف نص كوب من الحليب البودر مع خليط البودنج يبقى هيضيف نص كوب اللي عايز يستغنى عن الحليب المكسف المحلة هيضيف نص كوب من الحليب البودر على خليط البودنج اللي احنا عملناه اول او خليط اللي هو اساس الايس كريم لان احنا كل ما هنزود الدسم كل ما هيضيف لي هيمنع لي تجريشة التلك هنا بقى بعد ما خلطت الحليب المكسف المحلة هنزل بقى بخليط البودنج اللي لازم يكون بارد تماما ولازم يبقى القوام بتاعه كده لو انت مثلا فيه نشا بيمسك ونشا ما بيمسكش فهيديك خليط مهلبية او خليط بودنج خفيف فدي جيت حطيه يسيلك الموضوع ده ناس برضو كانت بتكتب طيب ما هو انت ما وصلتش للقوام اللي انت شوفتيه معايا في الفيديو لو المهلبية بتاعتك خفيفة او النشا بتاعتك او الكستر بتختلف من مكان لمكان ما عطتكش نفس التماسك يبقى زودة الكمية قبل ما اضفيها لان انت لو حطيتي المهلبية او البودنج مية هيسيلك الخليط مش هينفع فدي ملاحظات صغيرة من التعليقات اللي المشاكل اللي وقعت فيها وهي بتعمل الايس كريم ما بنخلطش كتير لو انت مستخدمة الكريمة السيلة عشان لو ضربت كتير الكريمة تفصل لو استخدمت الكريمة البودر عادي يعني احنا مجرد بس المكونات تندمج تبقى معنا جاهزة هاخد جزء من الخليط انا بعمل كمية كبيرة اللي انتو عارفين بقى الولادة على طول ايس كريم في البيت رايحين جايين على الايس كريم فاخدت اوالب السيليكون دي لو ما شفتهاش كنا شارينا في المشتريات بتاع شيئن اللي هي السيليكون كنت شاريها اوكي ما عنديكيش الاوالب انا عندي الاوالب البلاستيك وعملنا فيها قبل كده ما عنديكيش اي اكواب ورائية او بلاستيكية تحط فيها الستيكس هدي وتحطيها فيها ما فيش اي مشكلة بقيت الخليط هضيفه في اللي هي العبوات الورائية او تحطيها في كنتينر بلاستيك كامل يعني برحتكم شايفين قوامه اصلا ما شاء الله كريم جدا ورحته وطعمه رهيب قلتلكم اللي يريد يستخدم الحليب المكثف المحلق ما يريده هيضيف نص كوب من الحليب البودر مع الخليط واحنا بنغليه على النار او علبة اشطة هتضفوها تزوده واللي عايز يزود الطعم يقدر يضيف نص كوباية شوكولاتة خامب مع الخليط على النار هتزود الطعم برضو كل الحاجات دي بتزودلي الطعم وفي نفس الوقت بتمنعلي تجريشة التلج طبعا انا الاتنين لتر عطوني كمية كبيرة عطوني للاربعة دول ونص علبة كمان والاربعة اللي احنا عملناها اهو لازم بقى هنا اغلف كل واحدة بالبلاستيك راب ولازم اسيبها لمدة 24 ساعة في الفريزر يعني ما يقلش عن 24 ساعة عشان يتمسك كويس هغطيهم بقى كلهم وادخلهم الفريزر هنا اصحابي ده بقى في اليوم التاني انا سيبتهم من كنت سويت من امس في الليل وهنا اليوم التاني ان شاء الله هنا بقى بدأت اخدت حوالي 200 جرام من الشوكولاتة اي نوع شوكولاتة بتحبوا واضفت معاها بعد ما دوبتها في المايكرويف ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت وهو اللي بيخليها خفيفة بنطلع الايس كريم من المول على طول وانا بحط احب احطها كده ليه لان لو لازم طبعا الايس كريم يكون بارك جدا ومش فاكك لان لو الايس كريم فاكك اي نقطة من الايس كريم هتنزل في الشوكولات على طول هتخرب لك الشوكولات هتخلي الشوكولات تقفش يعني تعمل تكالكع تعمل كتل اوكي فهي الشوكولاتة عدوة الميا اي نقطة ميا تنزل فيها تبوز الشوكولاتة شايفين عشان كده انا بعمل في طبق تاني عشان تفاديا ممكن اي نقطة ايس كريم تنزل على الشوكولات تبوز لي كل كمية الشوكولات فاحسن اغلف على طبق تاني عشان ايه مخسرش كل كمية الشوكولاتة اللي معايا اهو هنغلف واحدة تانية زي ما انتم شايفين والايس كريم لازم يبقى بارك جدا لو الايس كريم بتاعك فاكك لازم تدخليه الفريزر قبل ما تغلفه بالشوكولات قلتلك لو اي نقطة شوكولاتة نزل اه ميا من الايس كريم نزلت على الشوكولات هتكتل الشوكولات على طول هنا بعد ما غلفتهم زي ما انتم شايفين وطبعا لو الايس كريم متماسك على طول بتمسك عليه الشوكولاتة بمنتهى السهولة والزيت على الشوكولاتة بيخلي الايس كريم ما يشيلش طبقة كبيرة من الشوكولاتة بتبقى الطبقة خفيفة زي الجاهز وهنا اهو اصحابي بعد ما قدمناه ده الجزء الاولان اللي هو كنا نحطينه في المول بتاع السيليكون طبعا طعم والله ما شاء الله كريمي جدا ولذيذ وتحفى يعني عجبه الولاد ما شاء الله اهو زي ما انتم شايفين شكله شاهنا بعد ما غلفته حطيت عليه خطوط بقيت الشوكولات اللي كانت معي حطيتها في بايبينج باك وعملت عليه خطوط رايح جاي كده اهو وهذا طعمه وشايفين شكله من دخل القوام كريمي ومشاء الله روعة هذا هنا الجزء الاولاني اهو شايفين شكله تحفى طبعا تغلفه كل واحدة بقى بالبلاستي كريب وتخليها في الفريزر للولاد اي وقت حد بفضل الايس كريم بياخد هنشوف بقى اللي حطناه في العلب طلعت الجزء اللي هو النص العلبة اللي كان متبقي هنحط واحدة تقدره طبعا بسكوتات الايس كريم دي موجودة في كل السوبر ماركت وإلى حد ما سعرها متوسط يعني مش غالية ومش رخيصة والشوكولاتة اللي معانا حطينا عليها خيوط اهو زي ما انتم شايفين وكده صارت معانا جاهزة لو حبيته تدها لهم فيه شكل بسكوتات يعني قلبنا البيت محل الايس كريم استيكس وبسكوت والباق يعني ما شاء الله تخفى وانا اهو شايفين بقى قوامه تخفى طبعا لما تخرجوهم الفريزر انا خرجت واحدة اللي انا اخدت منها للتقديم خليتها تفك شوية والباقي طبعا لان الجو حر جدا لو طلقت الايس كريم هيسيح بسرعة او زي ما انتم شايفين يعني اللي بستخدمها بس خليتها تفك شوية عشان اقدر اخد منها والباق مخليها في الفريزر لان الجو حر جدا وانتم عارفين الايس كريم الحر صعوبة يعني طبعا عايزين تعملوا تقديم بقى ده الشوكولاتة اللي هي تبقت منها لما غلفنا هنعمل بيها عايزين تحطوا عليها خطوط بالشوكولاتة اوكي عايزين تسيبوها سادة اوكي تقدروا اصلا وانتم بتصبوا الايس كريم في العلب تضيفوا عليها اي قطع شوكولاتة اي اوريو اي نكهة كرامل يعني تقدروا تعمل تشتغلوا بقى اي نكهات واللي يريد اصلا الخريط فانيلا يقدر ما يضيفش الكاكاو يرفع الكاكاو من المأدية اهو هنا شايفين اهو شايفين ما شاء الله شاهي جدا طعمه ورحته رهيبة بتحفظوه بقى في التلاجة وقت التقديم اهو حبيت بقى نتطعم مع بعض ونشوف القوام كريم جدا وصف نكحة تعتبر الحد ما اقتصادية قلتلكم اللي بيفرق في الكمية ان انا بستخدم كريمة نباتي كريمة نباتي بتضاعف اربع اضعاف عكس البودر فده اللي بيخلي ان الكمية اللي انا بعملها بتشوفيها اكبر من اللي انت هتعمليها بالكريمة البودر وانصحكم بالكريمة النباتي لانها تعتبر اوفر وهتديك كمية اكبر يارب الفيديو يكون عجبكم المعدير